حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلالي بن أبي ميمونة عن عطائي بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فراماني القوم بأبصارهم فقلت وثكلا أميه ما شأنكم تنظرون إلي قال فاجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسميتوني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا شتمن ولا ضربني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا إنما إنما هي التزبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن قوم حديث عهد الجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإنا منا قوما يأتون الكهان قال فلا تأتوهم قلت إن منا قوما يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصد أنهم قلت إن منا قوما يخطون قال كان نبي يخط فمن وافق خطه فذلك وكانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد الجوانية فاطلعتها ذات يومين فإذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعثقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله فقالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعطقها فإنها مؤمنة وقال مرة هي مؤمنة فأعطقها أدثنا هاشم عن أبن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن معاوية ابن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تأتو الكهان قال وكنا نتطير قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصد أنكم حفن أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمني أن معاوية ابن الحكم السلمي وكان صحبيا قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنا نفعلها في الجاهلية كنا نتطير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصد أنكم فقلت وكنا نأتي الكهان قال ولا تأتو الكهان حثنا عفان حدثنا همام سمعت يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة أن عطاء ابن يسار حدثه أن معاوية ابن الحكم حدثه بثلاثة أحاديث حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا رسول الله إن قوم حديث عهد بجاهلية وإن الله عز وجل قد جاء بالإسلام وإن منا رجالا يخطون قال قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وفق خطه فذلك قال قلت إن منا رجالا يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصد أنكم قال قلت إن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم قال فهذا حديث وكانت لي غنم فيها جارية لترعاها في قبل أحد الجوانية فاطلعت عليها ذات يومين فوجدت ذئب قد ذهب منها بشات فأسفت وأنا رجل من بني آدم آساف مثل ما يأسفون وإني سككتها سكة قال فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أفلا أعطقها قال ادعوها فداعوتها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال إنها مؤمنة فأعطقها قال هذان حديثان قال فصليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فراماني القوم بأبصارهم فقلت وثكلا أميه ما شأنكم تنظرون إلي قال فضربوا بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصميتوني سكت حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فما ضربني ولا كهرني ولا سبني وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هي التزبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة أحاديث حدثنيها حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثني يحيى بن أبي كثير حدثنا هلال بن أبي ميمونة ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي حدثني بهذا الحديث بنحوه فزاد فيه وقال إنما هي التزبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني يحيى بن سعيد عن حجاج الصوافي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فراماني القوم بأبصارهم فقلت وثكلا أميه ما شأنكم تنظرون إلي قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصميتوني لكني سكت فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأبي هو وأمي ما شتمني ولا كهرني ولا ضربني فقالا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان قالا فلا تأتوهم قلت ومنا رجال يتطيرون قالا فإن ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصد أنهم قلت ومنا رجال يخطون قالا كان نبي من الأنبياء يخط فمن وفق خطه فذاك قالا بينما جارية لترعى غنائمات لي في قبل أحد الجوانية فاطلعت عليها الطلاعة فإذا الذئب قد ذهب منها بشات وأنا رجل من بني آدم يأساف كما يأسفون لكني سككتها سكة قالا فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ألا أعثقها قالا بعث إليها قالا فأرسل إليها فجاء بها فقال أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال أعطقها فإنها مؤمنة حثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن أبن شيهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية كنا نتطير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصد أنكم قال يا رسول الله كنا نأتي الكهان قالا فلا تأتي حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله منا رجال يتطيرون قال ذاك شيء تجدونه في أنفسكم فلا يصد أنكم قالوا ومنا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتوا كاهنا شكرا على المشاهدة